افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال تطوير لمستشفى طنطة العسكرية وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في الاهتمام بمنظومة التأمين الإداري والطبي للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودهم القطاع الطبي المدني افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطة العسكري وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطة العسكري وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضا تناول شرحا تفصليا للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورات بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية وتفقد الفريق أول محمد زكي عددا من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرث إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات والتي تم تنفيذها وفقا لأحدث المنظومات الطبية المتطورة حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة